المواطن المصري على أولويات السيد الرئيس يعني عبارة ما فيهاش أي فصال وده اللي شفناه طوال الفترة اللي فاتت زيادات برغم من الحلق صدية على العالم كله لكن بيبذل أقصى جهد أنه يخفف هذه الأزمة على المواطن المصري فكرة الغلاء الأسعار اللي كان معظم الناس بتشتكي منها على كل المستويات وكل الطبقات هي طالطة الجميع يعني أن يكون فيه مبادرة من رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أنه يتم تخفيض بعض السلع المؤثرة على المواطن المصري واللي بيستهلكها واللي هي السلكة أساسي ده شيء جيد جدا أنا بأرحب بكل ما هو إيجابي لكن أنا أطلع أقولك معلش أتحمل أنا ضد المبدأ ده لكن طول ما أقدر أن أقدم على أرض الواقع وأنه أنت تستفيد ده يعني أنا بشكر رئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرة واللي بدأت بالفعل النهاردة في التطبيق أنا محتاجة أعرف عن مبادرة محتاجة أعرف أهميتها محتاجة أعرف مدى تأثرها على الشارع المصري والمواطن المصري في التوقيت الآن هيساعدنا في ده ضفنا العزيز سيد أحمد عتابي عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة تجارية برحب بحضرتك أهلا بحضرتك فإن كل حاجات ترخص إن شاء الله يفهم أهم الحاجات اللي هترخص وحضرتك قولي كيف استقبلت المبادرة وشايف تنفيذها هيبقى إزاي هي طبعا الأول أنا بشكركم على الحلقة الجميلة وعلى استدعاءكم لي لهذه الحلقة وأنا عايز أقول لحضرتك أن كل هيئات الدولة وكل التجار وكل المصنعين وكل إمكانيات الوطن كلها للمواطن فأولا وأخيرا كله عايز المصلحة العامة للمواطن المواطن هو القاعدة العريضة لكل المستهلك فأي زيادات هي بتيجي على مجوه هو أي زيادة بتيجي في الأسعار بتيجي على مجوه هو فالنهار ده لما بنيجي نعمل مبادرات مثل هذه المبادرات هل بنعمل حاجات كتير أجير المبادرات زي المعارض بتاع أهل الرمضان أهل المدارس الكلام ده كله بنعمله علشان نخفف على كاهل المواطن البسيط بيبقاش عنده حتة إن كل حاجة ضده كل حاجة بزيادة أنا أتفق مع حضرتك في بعض الكلمات اللي حضرتك قلتها وأختلف معاك إنه تقول لي ما نستحملش دي كلمة أنا ورفضة لا إحنا لازم نستحمل إحنا بنعمل بلد إحنا بننمي دولة إحنا عدنا 30 سنة معتمدين عشان بس أكون بقيقة أنا قلت نصا ما تحملش إنك تطلع تقول لي معلش واستحمل لي لأ إنت لازم يكون عندك حلول ومن ضمن الحلول اللي شفناها على الأرض هي المبادرة ده لأنا قلته لكن أنا أطلع بس بمسكنات وأقول لا الكهرباء هتقطع ملكوش عندي أكتر من كده لا طبعا ده مرفوض لكن أنا أقدم حلول إحنا معاك شوفي حضرتك كل هيئات الدولة بتعمل على إن ما يكونش فيها عجزة في أي منتج سواء الكهرباء سواء منتج غذائي سواء منتج صناعي هي يعني من مصلحة الدولة من الدنيا تبقى ماشية مش إنه يبقى فيها عجزة في الكلامنا كله ولكن في أمور بتبقى خارج الإرادة إحنا عندنا 30 سنة كنا دايما معتمدين 100% على الاستراد الاستراد أسهل بكتير قوي من التصنيع وأسهل بكتير من إحنا نزرع المنتج بدأنا من خمس سنين نسعى في الزراعة النهاردة بقى عندنا رقعة زراعية ممتازة وفي خمسة ونصف مليون فدان بيتزرعوا ممكن نشوف سمارهم في أقرب وقت إن شاء الله وهتبصت لقي حضرتك فجأة الأسعار نزلت إلى ما كانت إليه من قبل أو أقل كمان إحنا عندنا مثلا ما نيجي يقول دلوقتي البصل بخمسة وثلاثين جنيه وبثلاثين جنيه طيب أما بعد المبادرة هينزل لسبعتاشر جنيه وخمستاشر جنيه الكوفير نسى بقول لحضرتك أول ما دخل عشان يعمله شعر قال لي يا أستاذ البصل نزل لسبعتاشر جنيه كوفير درجات المفروض يشتري بخمسين جنيه لأ يا فد لأنه هو ما عندوش حاجة بتتسعر وبيكسب خمسمائة في المئة فهو أول ما دخلت بسط فكرة إنه حاس بدأتبسط يعني هو إنه أنا بقى أخذتها بس كسنسور كناقل حتى لو البصل بقى بسبعتاشر جنيه هو كده غالي يعني هينزل يا فانتم البصل هينزل لأقل مستوياته هينزل إلى ما كان إليه من قبل خمسة جنيه واربعة جنيه وثلاثة جنيه لأنه هو ده سعره الحقيقي إحنا لما بنيجي نقول الأسعار زادت زادت ليه إحنا دلوقتي بنحتاج في بلادنا هنا العملة الصعبة العملة الصعبة دي هي اللي بنتطر نصدر بيها بعض المنتجات إحنا هنجيب عملة صعبة منين هنجيب دولار منين إحنا لنا موارد إيه دولار غير المنتجات الزراعية بنصدر منها أجزاء كبيرة ومصر متميزة جدا في الزراعات وفي بعض المنتجات أوروبا وبعض الدول العربية لا تستجنى عنه أبدا في المنتج المصري فدي فرصة كويسة جدا أنا ما أقدرش أن أنا ضيعها ما أقدرش أكون مش موجود في السوق العالمي والسوق الدولي ولكن حرصا من الدولة على المواطن وأنه هو حس في فرق كبير في طفرة الأسعار الدولة نزلت قرار بعدم التصدير لبعض المنتجات علشان أسعارها تنزل هل الكرار ده كويس؟ الكرار ده كويس جدا بس كويس المواطن أما مش كويس في سوق العمل الدولي أنا النهار ده علشان أكون موجود باستمرار أنافس الهند ونافس المكسيك ونافس الدول الكبيرة في أن أنا عندي منتج زراعي داخل بلادهم من منتجات مصرية بيحمل ميدين إيجيب دي حاجة كويسة جدا أنا مش عايزة تنقطع المحصول الجديد شهرين وهيطلع المحصول الجديد الباصل هينزل لخمسة جنيه ولستة جنيه وهنبدأ أنه نحن نشوف العملية التصديرية بحيث أن الباصل ما يزادش الزيادة الرهيبة اللي هو كان فيها دي اسمها طفرة أسعار مش أسعار طبيعية دول عمرنا بين الزرعة والزرعة أنا عرفت كده ما سألت بين الزرعة والزرعة بيحصل دروب فبيعالي الزر شوية للزرعة اللي لستة الزرعة فأمس عمرنا موصلنا للسعر ده للطفرة دي كل حاجة فيها طفارات على مدار التاريخ منه إحنا صغيرين كده يقولك والله ده البامية وصلت من الجنيه ده إمتى؟ ده شهر أو خمساشر يوم في السنة وبتنزل تاني وبتنزل تاني تنزل لأربعة جنيه والخمسة جنيه لأسعارها الطبيعية التغييرات المناخية لها عامل كبير في هذا الموضوع خيارات المناخية لو جاء شوية حر يبوازوا الزرعة جاء شوية برد زيادة يبوازوا الزرعة فالنهار ده إحنا لازم نكون متكاتفين في هذا الموضوع حضرتك إزاي هتتنفذ المبادرة وحضرتك أعوده يعني غرفة تجارية والمصدرين والمستوردين ومكانة مهمة حضرتك كمان متلامس مع الاثنين طبعا أرض الواقع والمواطن العادي داخليا وكمان على مستوى التصدير والمصدر ده مهم أنا ما بقى أخفلوش حقه يعني حضرتك تلقيت هذه المبادرة زي وهل حضرتك مسؤول عن الإستراد والتصدير ده هيأثر عليكم؟ بما إن أنا همنع وهقفل بعض السلع شوفي حضرتك الإستراد والتصدير دايما هو متعود على كده إن فيه منتجات بتبقى فيها قسرة في إمه يصدر فيها وفيه كميات بتبقى قليلة في بعض المواسم اللي فيها المنتج ده فبيقلل منه التصدير ده ما فيش مشكلة بالنسبة كمصدرين ومستوردين أنا بتكلم الوقت إزاي تلقينا هذه المبادرة من السيد رئيس الحكومة مشكورا طبعا هذه المبادرة مبادرة جاءت في وقتها هذه المبادرة كان لابد من وجودها في هذا الوقت لأن كانت الأسعار بدأت تطلع لمكان مشترال حقيقي السكر 38 جنيه الرز 38 جنيه دي أسعار مبالغ فيها السيد رئيس الحكومة مشكورا طبعا في قراراته الحازمة وقراراته الحكيمة في إنه أعفى بعض المنتجات من الجمالك وأعفى بعض المنتجات من الضرائب بصفة مؤكدة لمدة ستة شهور ده بينعكس على المنتجات المستوردة في إن هي تنزل القيمة اللي المبادرة اشتجلت عليها من 15% ل 25% يعني حضرك هتلاقي الزيوت نزلت بنسبة 25% و15% إيه أهم السلع يا فندم يعني حضرك من أهم السلع اللي السيد رئيس الحكومة يتكلم عليها زي منتجات الألبان ودي منتجات حيوية جدا ومنتجات لابد أن نبصلها بعين الاعتبار أن دي منتج أساسي لا يمكن الاستجناء عنه منتجات الألبان والألبان نفسها واللبن والأجبان دي قاعدة كبيرة في قواعد التجارة اللي موجودة حاليا احنا قابلنا مشكلة في الفترة اللي فاتت بالنسبة لمنتجات الألبان وتكلمنا عليها قبل كده في حلقات سابقة في قناوات أخرى وقلنا أني سبب غلو العلف أنه حصل فيه موت منع يعني غلام في سعره يعني ده حصل أن المربي اللي هو كان عنده المواشي الحلابة كان ما بيقدرش النواة يأكلها ما بيجبلوش تمن الأكل بتاعه فكان بيضطر أنه يدبح هذه الماشية حصل انعكاس لأنه ما بقاش موجود الماشية نفسها عدة الشغل دي نفسها مش موجودة فلما جينا نحتاج الألبان بقى العلف موجود والعلف رخص 40% عن ثمنه العلف نزل الأيم دي 40% عن ثمنه ولكن الماشية غير موجودة طيب دي هتاخد وقت هتاخد شوية وقت لسه وابني بنية تحتية مرة تانية بتاعتها وخلاص الفلاح خالد درس قاسي بأنه لا يفرط أبدا في هذه الروس المهمة التي تأخذ وقت طويل علشان يقدر يعمل بدل ليها أو عشان يقدر يعمل جيل تاني ليها بدأ النهاردة الفلاح يحافظ على المهاشة بتاعته هتلاقي في الشهور القليلة اللي جاية اللبن ومنتجات الألبان بدأت تنزل تاني طبعا مش دلوقتي أنا أقولش أحدك دلوقتي اللي ينزل دلوقتي على ما دورتك تامل يعني اللي ينزل دلوقتي الفلاح الأشياء المرتبطة بالاستيراد الدواجين فتراها ينزل طبعا الدواجين لازم تنزل بناءا على أسعار العلف دي مستوردة العرف مستوردة فلما حصل أن تشارمل علىها الجمالك وتشارمل علىها الضرائب فبدأ أسعار العلف أقول لحد داك العلف تنزل بالنسبة 40% مش 25% فهو مكون الفلاح هو البرا عن إيه علف وأدوية الأدوية بتجي من برا تنزل من عليها وتشارمل علىها الجمالك وتشارمل علىها الضرائب كمان فبالتالي المربي بقى عنده السلعة بتاعة العلف رخيصة المكون الأساسي للمنتج بتاعه رخيص فلازم يكون فيه رخص في الأسعار اللي هو بيشتجر فيها لازم يكون فيه تنزيل مش بمزاجه واللي هيجبره على كده السوق المنافسة لأن النهاردة ما فيش حد محتكر سلعة محدش يقدر احتاج السلعة السوق كبير السوق مفتوح والمنافسة العرض والطلب هي اللي هتحكم على السعر بكام أولا عني سؤال المهم هنا أنا ممكن كتاجر في التوقيت ده أستغل لمبادرة الدولة وأدخل مثلا ألف طن خليك على قدي وبدالما أدخل الألف طن اللي بدخلهم ونعرف أننا أعرف أوزحهم لا المرة دي هدخل السيد رئيس الوصلاء أمر بأن جميع المنتجات اللي ينزل عليها التنزيل في الأسعار يكتب على كل منتج سعره من المنشأ فاللي عايز يخزن يخزن بخلاص هو هيخزنه مالوش فايدة هيحتكره مفيش فايدة يعني كده أنا ممكن أتابع فلان يعني معرفش ده ينفع ولا أنا فلان التجري فلان يدخل مئة ألف طن أحنا مش هنتابع الكلام ده حضرتك إزاز الزيت مكتوب عليها 30 جنيه مستهلك هي خلاص مطبوع عليها منذ أنت خلاص ما تتوينت زي تاريخ الانتاج بالزبط زي تاريخ الانتاج فحضرتك يا مستهلك هتدخل السوبر ماركت لها مكتوب عليها 30 جنيه مستهلك هتشتريها بـ 35 مستحيل أما لما يكون مفقود الهوية مش مكتوب عليها السعر هنا يحصل التلاعب أما عشان نحكم الموضوع ده السيد رئيس الوزراء ذكر هذا في هذه المبادرة أنها يكتب عليها الأسعار من منشأها كل المنتجات اللي ينزل عليها التنزيلات هيكتب عليها أسعارها من منشأها هل المواطن عليه دور في مساعدة المبادرة دي تنجح أو تستمر؟ شو بحضراتك هو المواطن هو أكبر دور المواطن دوره أكبر من الحكومة المواطن لا يمكن يستسلم لحد بيستغله المواطن لما يلاقي سعر مكتوب على منتج وهيديله بسعر أكبر في جهاز حماية المستهلك يبلغه فورا فوش أي كلام حماية المستهلك جهاز قوي وجهاز ما بيستناش ويلاقي يا فنم لا لا بصو حضراتك ده مش في المواطن الجزائية بس ده في جميع المنتجات سواء أجهزة كهربائية سواء أي حاجة حماية المستهلك ما بيستناش في المواطن ده شغله هو ما عنده شغل جير ده فحضراتك المنتج اللي مكتوب عليه سعره مفيش تاجر يقدر يبيع أزل منه بعشر سجر هل في مدة محددة للمبادرة؟ ست شهور ده مدة كبيرة جدا مدة كبيرة وإحنا بنأمل أنها تنزل عن المبادرة مش تبقى زي المبادرة ست شهور ليه؟ لأن في منتجات بطبيعتها خلاص مشكلتها هتتحل في الإنتاج هتبقى كتيرة في الإنتاج بتاعتها فبالتالي لازم سعرها ينزل فممكن سعرها ينزل أكتر من سعر المبادرة هل ممكن نلاقي منافسة وزارة التموين تنزل حاجات أرخص من المبادرة؟ ومالو ما فيش مشكلة كل المصلحة المواطنة هل ممكن ده يحصل؟ بيحصل بالفعل ولا خلاص إحنا كلنا تحت المبادرة؟ منافس الكوات المسلحة منافس الشرطة كمان عندها بتنزل منافس كلنا واحد بتاع الشرطة بتنزل المعارض بتنزل مش هيلتزموا بالسعر المبادرة ممكن ينزلوا أكتر معارض الشركة القبضة بتنزل الأسواق المفتوحة بتنزل كلهم على حسب ساعته يعني لما ييجي مثلا المكرات أو المنافس بتاعت قوات المسلحة بتنزل المنتج أقل من سعر اللي مكتوب عليه حضرتك كمستارك أنت اللي تقدر تختاري هتجيبي منين؟ عايزت جيبي بالسعر اللي مكتوب عليه أو بأكتر أنت ديف إيدي كنت دي كمواطن فالمواطن هو المتحكم الأول والأخير في السعر المواطن هو الذي يحكم السعر بالعرض والطلب نصيحتك للمواطن ده إزاي أستفيد بالمبادرة دي؟ هل أنا مثلا عشان شايف أن الزيت رخيص أروح أخذ عشر أداية الزيت واشيلهم وبأنا كده نصيحت للمواطن مصر عمرها مشتكت من أزمة منتج المنتج موجود حتى أيام المحن أيام الثورة كان المنتج موجود أيام كورونا كان المنتج موجود مصر ما عانتش أبدا من كلة المنتج ولكن بالطريقة الغير منظمة أن أنا أقول فيه تنزيل فأروح أجيب خمسين إزازة زيتة علشان هيقضوني السنة كلها ده أمر غير مقبول أبدا علشان أنت هتعمل أزمة في السوق أنت بالطريقة بتاعتك دي هتعمل الطلب أكتر فبالتالي السعر هيزيد غزبا عني فالنهاردة خد احتياجاتك المنتج موجود مش هيخلص خلص الاحتياجاتك هتغيرها ليه تجيب مخزون تجيب مخزون ده لو أنا فعلا ما فيش منتج في السوق إنما المنتج موجود فالمواطن هو الأساس في هذا الموضوع التجار التجار طبعا عايز أقول لحضرتك التاجر طول عمره مش عايز حاله يقف عايز يشتغل عايز حركة البيع عنده حركة الشارة تشتغل هو مش عايز يحتكر لأنه هو يكسب في المنتج ده 20% و30% بعد 10 سنين لا ده هو عايز يكسب يومي فالتاجر من مصلحته هامش الربح البسيط ويبيع أكتر ده التاجر الشاطر ده التاجر الشاطر ولكن فيه بيننا تاجر الجاشة التاجر الجاشة ده وهو نقول مثلا كل من التجار شو رو أحنا في النهاية بشر يعني أه كل من التجار الذين يتصفونا بهذه الصفة طيب أنا أجأ أقول لكل دول أنت بتخزن بتخزن ليه؟ عشان المنتج لما يغلى تخرجه من المخزن لا المنتج دلوقتي مكتوب عليه السعر ما عندكش فرصة لأنك تخزن فالفايصل في هذا الموضوع كتابة السعر على المنتج من المنشأ لا يمكن لحد أنه يقدر يخزن وانا في الحالة دي ما أقول لكش لا ده سعر قديم لا مش ده سعر المكتوب هو ده السعر الحال مزبوطي فانا شرفتين ونورتين ربنا يخليك يا فانا وان شاء الله يبالينا مبادرات أكتر وحاجات تنزل وسلع تبقى وان شاء الله مصر دايما في تقدم ان شاء الله احنا بنقول مصر ولادة ومصر دايما تجيب الخير ومصر أهل الخير واللي جاي في مصر أحسن مبادرات عديدة مبادرات كبيرة زراعات كبيرة مصر وغدا مكانة في العالم كله ويتاخد مكانة أكتر في الأيام اللي جاءة ان شاء الله شرفتين ونورتين ربنا يا فانا سيد أحمد عتابي عضو مجلس إدارة الشعبة المصدرين ومستوردين بالغرفة التجارية شرفتين شكرا يا فانا يعني خلوني أترك حضراتكم على الطلاع حتى وانا بقفل الحلقة الجيش الإسرائيلي أعلن لأول مرة اليوم العثور على جثث بعض الرهائن الذي احتجزوها مقاتلة حماس خلال عمليات داخل غزة هذا الأسبوع أعتقد دي ممكن تتسخن العمليات أكتر في فترة جالي للأسر كمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد هاتفها لنظيره الأمريكي جو بايدل رفضه الكامل لتهجير الفلسطينيين من غزة ودي مكالمة مهمة جدا لعدم تصفية القضية الفلسطينية فكرة أن انت تترك بيتك وتمشي والمحتل يغدو فكده ما فيش قضية ما لكش حق اللجوء فبالتالي فكرة التمسك بالوطن هو الحل لكم ولنا والجميع يعني دي كان يعني آخر مستجدات في الشأن العام وبكرة إن شاء الله أكيد هيكون فيه متابعات مع زمائلنا بشكر حضراتكم تسبح على كل خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر